بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برغية عزائل ومواساف استشهاد الصحفي عبدالله القادري وأصابت عدد من زملائه الصحفيين إثر استهداف بليش الحوثي الإنقلابية سيارة تقلهم في منطقة قانيا وهم يؤدون رسالتهم الإعلامية بمحافظة البيضاء وعبر رئيس الوزراء عن بالغ حزنه ومواساته لأسرة الصحفي القادري ولكافة زملائه الإعلاميين وللوسط الإعلامي الذي يتعرض لأبشع الجرائم على يد هذه الميليشيا الإرهابية التي تجردت من كل القيم الإنسانية وقال رئيس الوزراء ننع استجهاد الصحفي القادري على يد ميليشيا الموت والإرهاب الحوثية ويؤدي رسالته بمهنية وشجاعة ناغل للعالم فضاعت ما ترتكبه الميليشيا بحق شعبنا وأمتنا وموثقا لجرائمها وأضاف أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإجرامية التي ترتكبها الميليشيا التي استمرأت سياسة القمع والقتل وتكميم الأفواه واستهداف الإعلاميين واعتقالهم وقتلهم مؤكدا أن هذه الجريمة وغيرها لن تذهب سدى وسيلاحق اليمنيون مرتكبيها لينالوا جزائهم قراء جرائمهم المروعة التي ارتكبوها وعبر الدكتور بن دغر عن صادق مواساته لأسرة الشهيد وأدويه سائر الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله ومحبيه وأصدقائه وزملائه الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر